حالة اللاسلم واللاحرب تدخل عامها الثالث في مدينة تعز فيما تدخل معاناة السكان عامها السادسة فلا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا مدنيين في المحافظة التي كانت الهدف الثاني لميليشيا الحوثي عقب سيطرتهم على صنعاء تدفع المدينة المحاصرة وسكانها ثمنا مرتفعا لمواقفها ضد الميليشيا وضد مشاريع الأحزمة والميليشيات المدعومة من السعودية والإمارات تعز التي تحضر في دائرة النزاع والحرب كورقة للضغط والتفاوض وتغيب عن أنظار وضمير المجتمع الدولي والحكومة الشرعية عادت اليوم لواجهة الأحداث مع استئناف ميليشيا الحوثي استهدافها للمدينة بالقصف المدفعي وصاروخي بعد أقل من يوم على إعلان الحوثيين تقدمهم في شمال البلاد ووصول مقاتليهم إلى تخوم مدينة الحزم في الجوف انطلقت مجدداً مدفعية الحوثيين وقذائفهم التي عادت ما تستهدف المدنيين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية فالمدفعية لا تهتم بأي مكان وقعت قذائفها طالما تأكدت أنها وجهت فوهتها إلى أرض الأعداء وكل من في هذه الأرض بالنسبة لها عدو فقد سقط صباح اليوم ثلاثة شهداء مدنيين وأصيب ستة آخرون بشضايا قذيفة مدفعية للحوثيين استهدفت سيارتهم في سوق المقهاية غرب مدينة تعز القصف المدفعي الذي رافقته اشتباكات بين الجيش والحوثيين في مناطق مختلفة من المحافظة يدفع للتساؤل عن مدى الإمكانيات المتغفرة لدى الجيش لصد عملية عسكرية متوقعة للحوثيين مشابهة لعمليتهم العسكرية في نهم وما هي الخيارات الممكنة أمام انفتاح شهية الحوثيين مرة أخرى للسيطرة على المحافظة هل ستبقى تعز لأمد طويل في موقع المدافع أم أن لديها خيارات أخرى ترجمة نانسي قنقر